المزيد من المعطاية حول هذا الموضوع ينضم إليه في بلاتو المسائية السيد محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك سيد الوزير مرحبا بك شكرا على الاستدافة مرحبا بك إذن كيف ماشفنا في الرابورتاج هذا مخطط كبير دي البلدنا طبعا نحن مقابلين على تظاهرات كبيرة بينها كأس أفريقيا وكأس العالم في 2030 شنو هي اليوم استراتيجية للوزارة دي للكم في مجال النقل الجوي شكرا على السؤال في البداية أولا نذكر بأن هذا القطاع عرف وحد التعافي جد سريع من بعد الجائحة للكوفيد 2019 بحيث أنه تنطق عكتر من 30 مليون مسافر في آخر سنة 2024 وهذا يشكل نمو جد مهم وخاصة في بعض المطارات على سبيل المثال في مطار طانجا وفي مطار أقادير فهذا ارتفاع بنسبة 40% وفي مطار مراكوش ارتفاع بنسبة 30% في وقت كان من المتوقع على المستوى العالمي أن نصيلا في سنة 2024 إلى مستوى 2019 وهذا جد إيجابي أما بالنسبة للستراتيجية سنقول أن الهدف دي المغرب هو الاستعداد لمضاعفة عدد الركاب في النقل الجوي في غضون 2035 وهذا استراتيجية مبنية على خمسة دي المحاور المحاور الأول هو الاستمرار في تحرير الأجواء أو تحرير دي السوق الثاني هو المواكبة دي الخطوط الملكية المغربية في تنمية ديها باش تولي ناقل دوالي بين قاري وهذا من خلال العقد البرنامج اللي تقع خلال الشهر القليلة مع الحكومة الثالث هو التنمية دي النقل الداخلي وهنا يتنشف جد الأنواع دي النقل النقل الداخلي المرتكز على مطار النواصر وهنا تكون بشركة ما بين مجالس الجهات والخطوط المغربية أو شركة العربية ولكن أيضا فتحنا واحد المجال الجديد وهو النقل غير الممركز على مطار النواصر وهو النقل بين المطارات الأخرى وهنا فتحنا المجال شركة غايا ناق باش تقدر تبدأ تسوق هذا النقل الداخلي الرابع في هذا المحاور هو كيفاش المطارات ستتواكب هذا النمو بالطبع و ستضعف فيها القدرات الاستيعابية وخامسا وهذا محوار جدا مهم ما تنساوش والتقوية المنظومة المراقبة الجوية باش نضمنوا الأمن والسلامة للنقل الجوي سيد الوزير طبعا هذا يجي في إطار واحد السياق السياق اللي شرتله في البداية وهو أن بلدنا مقبلة على تظاهرات كبيرة مبينها المونديال فاللي طبعا هذا يجي وفق واحد دفتر تحملات دي التنظيم مثل هذه التظاهرات الكبرى شنو هي بقي المشاريع الكبرى في مطارات مختلفة أخرى في ضمن هذه الاستراتيزية دائمة ما غاد نرجعش للمطار ديال البيضاء لأنه تستغل محمد الخامس اللي بحل جاء غاد يكون عنده مدرش جديد ومحطة جديدة وكان ثلاثة ديال المطارات اللي غاد يتعرف واحد التوسيع جدا مهمة مراكش فوق أغادير وطانجا مراكش غاد يمر من 6.5 مليون إلى 16 مليون أغادير من جوج إلى 7 ديال الملايين وطانجا من جوج إلى 7 أيضا وهذا الغلاف المالي تقريبا خمسة ديال الملايين ولكن هنا واحد النقطة جديدة مهمة أيضا هو السيكاك الحديدية لأنه اليوم السيكاك الحديدية وخاصة الخط الفائق السرعة غاد يربط عدد ديال المدن اللي غاد يعني تستقبل المونديال وغاد يمكن من وضع جميع هذه المطارات بحل واحد سلسلة متكاملة وهذا الخط السريع اللي غاد يمر من القنيط رائينا مراكش غاد يمر مطار الريباط يعني غاد يوقف مطار الريباط وغاد يوقف مطار نواصر وغاد يوقف في الملعب الجديد بابن سليمان وعلاوة على الفائق السرعة عندنا النقل الجيهوي العالي الخدمة اللي بغينا نفتحه أو ما يسمى عادة بالفرنسية بالإغوائخ في تجمعات الحضارية ديال الضربدة والتجمعات الحضارية ديال الريباط على ذكر تجمعات الحضارية وهذه من التحديات اللي هم لك يعرفوها الناس هو كيف يمكن ربط المطارات الكبرى بالمدن اللي قريبا منا لأن هذا فيه نوع شوية من الإكراهات ديال التنقل ما بين المدن والمطارات واش اليوم ما كينش رؤية ولا شي استراتيجية لهذا المجال هذا؟ تنظن بأنه فيما يخص من ديال 2030 غاد يخصنا تكون عندنا منظومة تنقلية متكملة ولكن بالنسبة للمطارات هالربط السكاكي الجيهوي والربط السكاكي الفائق السرعة غاد يحسن من الربط مع المدن ولكن بالطبع كين أيضا الحافلات المخصصة وهنا يتنعمل وتعمل المكتب الوطني للمطارات باش يعزز هذه الخدمة هذي وأيضا تنشوف كيفاش نحسنو الربط عبر السيارات الأجرى مع رقمنات الخدمات وأخيرا بالطبع في المطارات المواقف ديال السيارات الشخصية باش المسافرين يقدروا يوصلوا للمطار شكرا نجزيلا لكم سيد محمد عبد جليل وزير النقل واللوجيستيك شكرا لكم على كل هذه التوضيحات بارك الله فيك محبا بك اشتركوا في القناة